تسارعت التطورات في محافظة درعا بعد وصول قوات النظام السوري إلى الحدود الأردنية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في إطار هجوم شامل يستهدف إخراج قوات المعارضة من الجنوب السوري وأعلنت مصادر في المعارضة التوصل إلى اتفاق يتيح عودة سيطرة النظام على معبر نصيب الحدودي مع الأردن مقابل السماح لمقاتلي الفصائل المسلحة الذين لا يرغبون في المصالحة بالانتقال إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال ومن جهة أخرى حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأردن على فتح حدوده أمام السوريين الفارين من القصف والمعارك التي تسببت في نزوح أكثر من 320 ألف شخص تحوى المناطق الحدودية مع الأردن والجولان المحتل هنا ضرعا كانت في الأمس الجميل مهذا لثورة سوريا وعنوانا للحرية والكرامة واليوم يضرب بها المثل في وحشية الانتقام روسيا والأسد يواصلان قصفهم العنيفة دون رادع في يوم واحد فقط ما يقارب ألف غارة جوية ومدفعية على أرض الضرعا أما على طاولة التفاوض فبعد خمس جولات من الأخذ والرد وافق المتفاودون على وقف القتال تتخلى المعارضة بموجب الاتفاق عن سلاحها تدريجيا بينما تنسحب القوات السورية من البلدات التي سيطرت عليها وتسلمها إلى قوات محلية يقودها الروس ليبقى السؤال هل انتهت المعركة؟ هنا على الحدود مع الأردن المأساة باقية الآلاف تزداد آلافا والمعاناة مستمرة الحال الاستائل كما هو لم يتغير حدود الأردن مغلقة والروسيا تقصف من السماء والأسد من الأرض لعل الجديد المخيف بالنسبة لهؤلاء أن ما كان متوقعا قد اقترب جيش الأسد يوشك على السيطرة بالكامل على حدود الأردن هنا الشعب يطالب بالحماية بعد أن طالب سابقا بالحرية وهنا أطفال يسألون أين الأمم المتحدة؟ والسؤال هنا مشروع لبراءة السائل أما الواقع فمتكرر جلسة مجلس الأمن الأخيرة يمكن أن تستبدل بسابقاتها الكثيرات دون أن يلحظ المتابع تغيرا يندد الغرب بالقتل والتهجير يعرب عن قلقه خيال المأساة الإنسانية ثم يهاجم الأسد وروسيا ترد روسيا بمهاجمة الغرب والعرب يكتفون بالمتابعة سيناريو متكرر معروف النتائجه مسبقا ترتفع بنهايته يد روسيا عالية بفيتو يضمن لها المضي في القتل فيتفق المجتمعون على الاجتماع مرة أخرى لتكرار ما حدث وينضم إلينا من إسطنبول الخبير العسكري العميد أحمد رحال يعني عميد رحال أود أن أعيد عليك طرح السؤال الذي طرحه هو التقرير هل انتهت بالفعل هذه المعركة خاصة من الاتفاق مع الروس جرى مع المعارضة المسلحة لكن ربما ليس مع جميع الفصائل في درعا يعني داني أبدأ بما حصل اليوم في الشمال السوري عندما خرجت المظاهرات وأجمل ما رفع فيها وهو جواب على سؤالك إحدى اللافتات كتبت تقول هزمت المعارضة لكن الثورة لن تهزم بمعنى أن ما حصل في الغوطة الشرقية أو ما حصل في القلمون الشرقي أو ما يحصل اليوم في الريف الجنوبي أو المنطقة الجنوبية وفي حوران قد تكون هناك بعض الخسارات ولها أسباب لكن الثورة لن تهزم اليوم تغيرت الوجود من وقع وتغيرت المواضع التوقيع لكن البنود نفسها والشروط نفسها والمستفيد نفسه والراعي نفسه والرابح نفسه هو النظام عوامل الانقسام كانت واضحة وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه قد تكون هناك بعض البوادر الإيجابية إن كان عدم دخول جيش الأسد إلى المناطق المحررة في الجنوب وهذا أمر ليس مضموناً باعتبار أن الضامن هو العدو الروسي أو عودة المهجرين ونازحين من الحدود ولدين 330 ألف لكن بالنهاية هي ضربة موجعة للثورة السورية لكنها لم تهزم لأن الثورة ليست جغرافية وليست أشخاص الثورة السورية هي في ضمير كل إنسان حر خرج على تلك المنظوم الاستبداد نعم لكن عميد رحال بالحديث عن الوقائع يبدو أن هذا الاتفاق بين المعارضة والنظام السوري بضمانة روسية أدى إلى انتهاء الوجود المسلح للقوات المعارضة في أحد أهم الجيوب بالنسبة للثورة السورية خاصة وأن الحديث أيضاً يدور على أن من سيقوم بإدارة الأمور في درعها هي قوات محلية بإشراف روسي إلى أي درجة يؤثر هذا الموضوع على الوضع الميداني ربما بعد الهدنة؟ يعني أضف إلى ما تفضلت به من أنها منطقة أساسية ومنطقة حيوية وفعالة وذات حساسية خاصة من أنها مهد السورة درعها هي كانت مهد السورة وحوران كانت هي التي انطلقت لتشعل النيران في كل المناطق السورية بالثورة السورية إذن اليوم بالتأكيد نحن نتلقى صدمة كبيرة كما قلت ما حصل في الجنوب كنا نتوقع من أن يكون هناك صمود أكثر من أن يكون هناك فعالية أكثر في التعاطي مع هذا الخرق الذي حصل لكن يبدو من أن المشروع معد منذ فترة طويلة ومن أن هناك اختراق كبير كنا نتوقع أن الاختراق في الأجسام السياسية لكن الواضح أن تلك الأجسام السياسية قد بنت لها مراجع وخلايا في الحراك المسلح كل ما حصل هو توافقات ما بين بعض القادة وخصوصا في الريف الشرقي مع بعض السياسيين المرتبطين بمشروع الروسي وبالتالي وجدنا من أن نظام الأسد لم يدخل القرى بقوة النيران بل دخلها بتوافقات حتى اليوم وصلها إلى معبر نصيب كان عبر حماية من أحد الفصائل للعربات الروسية التي رفعت عالم الأسد على معبر نصيب وبالتالي اليوم كما يقال بالسياسة فعلى قادة الجنوب أنه فن الممكن وبالتالي اليوم تعاطى القادة في الجنوب مع الإمكانيات المتاحة لكن هذا الأمر لم ينتهي بعد على الأقل نستطيع أن نقول أن الريف الغربي لدرع حتى اليوم أو حتى هذه الساعة هو يرفض كل تلك الاتفاقيات ويعتبرها مزلة ومهينة لحوران وبالدليل ذلك انطلقت معركة مدينة البعث عاصر هذا اليوم وكانت هناك نتائج إيجابية لتلك المعركة حتى الآن نعم ربما أيضا يعني العامل المفصلي في هذه المنطقة هو الوجود الإسرائيلي على الحدود منطقة الجولان وأيضا الحدود الأردنية السورية كما تفضلت ومعبر نصيب لأي درجة لعب هذا الأمر عنصرا ضاغطا لصالح الأسد والقوات الروسية من أجل التوصل لهذه الهدنة يعني نستطيع أن نقول ونعترف بكل شفافية من أن نظام الأسد استطاع تسويق نظامه واستطاع بناء تحالفات سواء إقليمية أو دولية أكثر مما استطاعت المعارضة فعله خلال السنوات السبع في الوقت الذي كان الجنوب في عام 2017 يحظى بدعم أمريكي دعم أردني ومن خلف الجدار دعم إسرائيلي لعدم عودة النظام إلى الجنوب وكان هناك اتفاق خفض التصعيد استطاع النظام عبر ألاعيب اقتصادية مع الأردن وعبر تنازلات للجولان مع إسرائيل من رفع هذا الغطاء عن السورة السورية وبالتالي وجدنا أن الأردن وإسرائيل اليوم يطالبون بعودة النظام إلى الحدود وكما عاد النظام اليوم إلى حدود الأردن أنا أتوقع أن يعود خلال أيام خلال أسابيع إلى حدود الجولان ووجدنا من أن إسرائيل ترحب بهذا الأمر واليوم أصبحت تطالب بعودة قانون أو اتفاق فضل اشتباك لعام الأربع والسبعين ووجدنا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تقول لفصائل السورة أن بحلنا الاتفاق معكم في الجنوب ولكم حرية القرار بمعنى أن الغطاء السياسي لمعاركة الجنوب ربحته موسكو وربحه النظام نعم شكرا جزيلا لك الخبير العسكري العميد أحمد رحال كنت معنا من إسطنبول نتابع في العرب اليوم بعد الفاصل القوى العالمية تقرر تمديد محادثات فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني موسيقى